مساء الرضا كيف حالكم إن شاء الله طيبين اليوم عملت لكم وصفة أو طبخة أثيوبية اللي هو الزقني الحبشي مع الشرو وكمان اللحوح اللي يسموه أنجيرة حاجة جدا لديدة اللي يحبوها الإدامات الحارة اليوم الوصفة لكم لازم تقربوها أول حاجة ما نبدأ نعمله هي الخميرة اللي منخمر فيها اللحوح أو الأنجيرة عندي هنا نوسكوب من الطحين وعندي خميرة والآن بضيف ماء بحرات الغرفة عشان أعمل مثل العقينة بس تكون سائلة أخلطها تمام تمام بعدين أحطها في علبة علبة يفضل إنه يكون غطاها بلاستيك أفضل من الحديد تمام ونص العلبة بأضيف عليها ماء بحرارة الغرفة لازم نص كمية الخليط يعني شوفوا الماء كيف بضيفه نص كمية الخليط بس وأضيف الماء أعبيه القورة كامل بس أخليه شوية عشان ما تفيدش كامل عليها خلاص وغطيها وخليها بطاولة المطبخ لمدة يومين أقل حاجة أو ممكن ثاني يوم تستخدموه مع الحر عادي تستخدموه ثاني يوم حطوه تحت الصحن عشان ما تفيدش عليكم بعد ثاني يوم عندي هناك كوبين من الدقيق الأبيض وكوب من الدقيق الدرة البيضة تمام أول حاجة بنعمل الأنجيرة اللحوح بعد كده أضيف لهم الرشة من الملح تقريبا ملعقة صغيرة كل المقادر بكتب لكم إياها بصندوق الوصف بعد ما ضفت الملح خلاص الآن أحرك المواد القافة مع بعض لازم تمام تحركوها الآن بضيف الخميرة بطعفر الماء بكوب الماء اللي فوق باخد العقينة اللي تحت بس أخدت العقينة الماء خلاص رموه لا تستخدموا النوش أخدوا بس العقينة اللي بقت أسفل العلبة فقط هذي اللي أخدته هذي يكون طعمه حامض وتعطيه حموضة للحوح فهمتوا كيف؟ الآن بضيف لشوية ماء بس عشان أخد البركة اللي بقت من تحت وأضيف والآن أضيف الماء بالتدريق لما أحصل على خليط خفيف لازم شوفوا الآن اللي يخلي اللحوح حلو الخلط لازم تخفقوه تمام الآن ابدأوا خفقوه بيدكم بعدين إذا عندكم خلاط الكاس اخفقوه وحطوه بخلاط الكاس أو إذا عندكم هاند بلندر آلة الهاند بلندر المكينة أو ممكن عادي يعني يكون معكم خلاط الكيك اللي تعملوا فيه خريط الكيك بس أنا تعرفوا أحب أطلع عضلات فخلطه في يدي بس تعبني يعني قلست أخلط 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 لما حصلت على دا القوام خلص أغطي وخليه يتخمر أقل حاجة خمس ساعات تمام خمس ساعات أقل شي وكل ما تخمر كل ما كان أحسن وهنا ما نعمل الزقنية عندي هنا دقاج مقطع صغير أو ممكن لحمة عندي كمية من البصل وهو أهم شي يكون كمية من البصل عندي هيل وزنجبيل صلصة طماطم وثوم وبهارات الزقنية الخاصة فيه وعندي هذا البهار اللي ينضاف آخر شي هو اللي يعطي طعم الزقنية الحلو هنا عندي بضيف كمية من البصل طبعا البصل من غير أي زيت أو ماء نضيفه في القدر من غير أي حاجة ونقلبه لما يتحمر أو يتشقر يصير لونه دهبي يستوي لونه دهبي بعدين نضيف لو أي دهن مثلا أنا أضفت سمنات القمرية هو فيه سمن خاص بالأتيوبين أنا مش متوفر معايا سمنات القمرية حلوة أشوح تمام بصل مع السمنة بعدين أضيف الدقاج وأشوحه لما يتغير كده شوية لونه ويبيض بعد ما تغير كده لون الدقاج الآن بأضيف البهارات أنا أضفت زنجبيل مطحون مقفف عندي إذا عندكم فرش ضوفه يكون أحسن الفرش الزنجبيل أفضل من المقفف هذا وأضيف فصين من الثوم وشوية رشة من الهيل ورشة من الفلفل الأسود كل المقادر بكتب لكم يا بصندوق الوصف الآن بأضيف بهارات الحبشية أو بهارات الزقني هذه مهمة جدا يا أما أنكم تشتروها من محل بيع خاص أو أنكم يعني توصوها من أثيوبيا فهمتوا كيف ما نفعش أنكم تعملوها لأنه هي بهارات خاصة حقهم وأضيف صلصة طماطم أنا ما أضيفش طماطم مع صورة أضيف صلصة وخلاص أكتفي فيها إذا تحبوا عصير طماطم ضوفوا عصير طماطم وأضيف الماء وأضيف كمان أعدل الملح الآن بعدل الملح وخليه يتسبك تقريبا كل ما تسبك كل ما غمق لونه أغطي عليه وخليه على النار هادئة وحسب له من ساعة إلى نص ساعة والآن ما نعمل العدسة الحبشية الاثيوبي أو الدال اللي اسمه شيرو أول شي منحط كمية من الزيت بضيف بصل مفروم وبخليه لما يدبل ويتحمر كده يتشقر بضيف له فص من الثوم أو حسب الرغبة الثوم بضيف له شوية من الصلصة وأكشينه تمام الثوم مع البصل كده قلبوه تمام لما يتغير كده لونه أضيف طماطم مفرومة ناعم وخليه كده تتشوح شوية وأضيف من البهارات الحبشية بعض العدسة الحبشية يكون فيه به بهارات ما فيش داعي تضوفه البهارات وأضيف ملح حسب الرغبة وشوية ماء وغطي عليه وخليه شوية يتسبك كده حق 5 دقائق على بال ما أخلط الشرو هنا عندي الدال الحبشي عندي دال مخلوط فيه البهارات وعندي دال سادة فأني أخلطهم مع بعض خلاص وأضيف عليهم موية لأنه صعب إنكم تضوفوا دايركت على الكشنة التكتل عليكم لازم تدوبوا بما بعدين تضوفوا للكشنة فأني أخلط عندي الدال السادة أو الشرو السادة مع الشرو اللي فيه بهارات جاهز لكن إذا بتستخدموا الشرو فيه بهارات خلاص ما فيش داعي إنكم تعملوا بهارات الحبشية في الشرو أخلطوه تمام تمام هنا عندي ما شاء الله الكشنة حق الشرو بدأت تسبكت تمام بضيف ليه ماء حار شوفوا ماء مغلي أضيف ليه وخليه كمان أغطيها وخليها وعدلوا الملح هنا وخليه كمان 5 دقائق بس كده تتشوح تتسبك قصدي وارقع أضيف الآن الشرو خلاص هنا أضفت الشرو شوفوا أخلطه تمام وأضيفه وخلاص بآخر شي أحط له عرق في الفيل أو قرني في الفيل أخضر من غير ما تفتحوه هم كده عملوا لأثيوبيين وغطوه وخلوه على نار هادئة 10 دقائق مع التحريك كونوا طلوا عليه يعني حركوا عشان ما يثقلش معاكم هنا أصلوق البيض للزقني يتقدم معاه بيض الزقني وهنا الزقني بعد ما مر باقي له 10 دقائق شوفوا ما شاء الله بدأ يثقل لازم كده يكون قوام الزقني وأثقل كمان وحتى لونه بدأ يغمق الآن بضيف له بهارات خاصة بالزقني آخر حاجة آخر 10 دقائق تضفوها رشة بسيطة لأنه إذا يعني شلوا قبصة كده بس قبصة لأنه إذا زادت بيطلع معاكم الزقني مر هادي بس تضيف هي اللي تعطي الطعم الحلو للزقني يعني زي ما تاكلوا في المطاعم الأثيوبية هي اللي تعطي الطعم خلاص كده أقلبه قلمتين وأغطيه 10 دقائق ويكون جاهز الزقني هنا بعد 10 دقائق مرت أني أحب أرشي له حبة البركة أني مرة تقدم لي الزقني في بور الشة حبة البركة من أثيوبية وعقبني خلاص أرشيت له حبة البركة شوفوا كيف لونه وقوامه نفس كده جدا لذيذ صح أنه حار ما شاء الله هذا العماء العماء إذا أكله بيفتح والصناد بيرقع يسمع والعقم بيرقع يتكلم من الحرارة الآن بعد ما صلقت البيض خلاص قشرته بدأت أشرخه كده بالسكين وأضيفه على الزقني وهو خلاص طفيت على الزقني كده يتقدم الزقني الآن الزقني جاهل شوفوا ما شاء الله يفتح النفس تعالوا نعمل اللحوح الآن غيرا نسيتوها أنا ما نسيتاش طبعا ما شاء الله تخمر معايا اللحوح تقريبا أخذ مني 7 ساعات خلاته يتخمر خلطه كده بالمسلك أو بالمخبط وخلاص الآن ألحه هنا حميت الصاج اللي أعمل فيه اللحوح المقلة خلتها تسخن وبدت أضيف اللحوح وأحركه كده وأخلي أول يبدأ في إطلع له الفقاعات على نان وسط تكون النار أغطي عليه ولازم اللحوح اللحبشي ما يتحمر من تحت لازم يكون أبيض ما يكونش لونه أحمر طبعا اليوم كان يوم سيئ بعمل اللحوح خلص علي الغاز وأني أعمل اللحوح وللأسف أنا عندي يعني عندي صاج كهربائي بس كبير يعمل أعمل في الكريب واللحوح بس حكمه كبير ياخد كمية كبيرة ما شاء الله شوفو كيف حبت اللحوح جدا حلوة والتخمير كله صح ما شاء الله رهيب قربوا هاد الطريقة هنا عندي الصاج الكهربائي دهنته ببيكن بودر وشلته وهو حار يعني بعد ما سخنته وأبدأ أضيف اللحوح طبعا عملت بالصاج الكهربائي حبيت اللحوح وخلص عليها الخليط يعني ما شاء الله الصاج كبير وياخد كمية من الخليط فأني نادرا ما أستخدم هذا خلاص بعد كده أول ما بدأ يطلع الفقاقع غطيته غطيته بالغطاء وخليته لما كده يخلص تماما الطبقة اللي فوق تخلص تماما خلاص بديت أشيله وما شاء الله شوفو كيف يعني صح التخمير قلت لكم صح الآن تعالوا نقهز صحننا طبعا أني طلع لي تقريبا ثلاث حبات صغيرة عملت في الطاوة وخلص خلص والباقي اتنين كبار والآن شوفو ما شاء الله كيف اللحوح الآن بضيف له كده أنا خد فخدة وخد كده من الصوش شوية وخد بيضة كمان والآن نضيف كمان الشرو أنا أحب كتير الشرو كتير كتير يعقبني الشرو وكمان في طريقة أنا أعملي اللي بالملفوف والقزر إيدام كمان حقهم كتير حلو هم كمان يقدموا مع صلطة يعملوا صلطة خيار وخس وطماط ويقدموا كمان معه أنا ما عنديش صراحة قدمت معه خيار وكده حطت لي الغطاء ورحت ع السفرة وقلت بسم الله وبدأت أكل ما شاء الله إيش أقول لكم الطعم كده من الأنجيرة أو اللحوح مع قطعة من الدقائق دايب الدقائق دايب وقطعة من البيض كده وصله من البيض وشوية من الصوس وقولوا بسم الله ويا السلام إيش أقول لكم الطعم رهيب وهنا نضوق الشرو هذا الشرو إدمان صراحة اللي يحب الأشياء السبايسي الحارة الإيدامات الحارة بيحب الأكل الأثيوبي الحبشي لأنه الأكل الأثيوبي مشهور بالله بالأكل الحار سبايسي يعني فيبه كتير كمية من الفلفل والصراحة يعني لذيذ لذيذ أكلهم إذا ما قربتوش الأكل الأثيوبي قربوه وبالعافية لي ولكم إذا مش مشتركين في القناة اشتركوا في القناة تفعيل قرس الإشعارات ولايكوا كومنتس حلو منكم